نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وبالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية لدولة حلقة عمل بهدف التعريف بالجهاز وتعزيز طرق التعامل الأمثل في الجوانب المالية والإدارية وناقشت الحلقة عددا من أوراق العمل هدفت للتعريف بدور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالبرامج التي ينفذها القائمون على الجهاز ومن مختلف التخصصات في إطار تعزيز ورفع مستوى الوعي الرقابي لدى المختصين في الجوانب المالية والإدارية في مختلف الجهات الحكومية في الدولة رعى المناسبة مع علي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع